حضرتك في عشية الذكرى الرابع لانطلاق ثورة تشرين برأيك ما الذي تريد أن تقوله تشرين تحية طيبة لك ولمشاهدين الكرام ما الذي تريد أن تقوله تشرين قالته ولا زالت تقوله ولا زلنا نتحدث عنه قالت نريد وطن وقالت بلسان كل مواطن عراقي نازل آخذ حقي يعني هاتين المقولتين هي أهم المقولات التي خرجوا بها الشباب في مثل هذه الليلة أتذكر قبل أربع سنوات كان هذا الهاشتاغ هو اللي ما لمساحات مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الشعارين ذهبت دماء ونزفت دماء والتضحيات واعتقالات ومطاردات كثيرة وكبيرة واجهناها بسبب هذين الشعارين النضاء المستمر مثل ما تحدثت في تقريركم من أنه التشرينيون بجناح الاحتجاج وبجناح السياسي نعم الجناح السياسي لم يتخلى عن مطالبه ومتبنياته الاحتجاجية التي رفعها عندما كان أبناء هذا الخط السياسي التشريني متظاهرون رفعوا تلك المبادئ ولازلنا نناضل من أجلها حتى هذه اللحظة فأقول تشرين مستمرة بسياسيها مستمرة بناشطيها مستمرة باستثكار شهدائها مستمرة بمطالبها رغم أن سياسيهم هناك من ينظر إليهم ويضع عليهم علامة استفهام ويزيد بالقول نازل أخذ حقي وأريد وطن وهذه الشعارات ما الذي أفرزته على أرض الواقع منذ 2019 وحتى هذه اللحظة رغم التضحيات الجسام التي قدمتها لكن على أرض الواقع ماذا يوجد؟ على أرض الواقع يوجد ما قبل تشرين كان الواقع يتحدث عن وجود طبقة سياسية تتقاسم المناصب فيما بينها وتنتهي القصة كل أربع سنوات لكن في لحظة تشرين القصة اختلفت أصبح هناك شعب يقول لا للطبقة السياسية أصبح هناك شعب يتصدى لهذه المهمة ويرفض العملية السياسية بمسيرتها الحالية وعلى أثر ذلك انبثقت قوى سياسية تشرينية أنا أحب أن أسميها القوى الجديدة ولا أحب كلمة الناشئة بصراحة أو المنبثقة من تشرين فقط هذه القوى الجديدة أتت برؤية جديدة أتت بنخب جديدة تريد أن تتصدى سياسيا لا يعقل أن تبقى مطالب الاحتجاجات فقط في الساحة الاحتجاجية دون أن تتبلور إلى برنامج سياسي دون أن تتبلور إلى قوى وأحزاب سياسية تتنافس سياسيا من أجل تحقيق هذه المطالب لا يعقل أن نبقى في الساحات مطالبين ولا نتصدى سياسيا إلى متى نبقى مطالبين؟ الأمر يحتاج أن نتصدى وأنا دائما أقول كلمة نازل أخذ حقي ولدت هاشتاك ثم أصبحت شعارا احتجاجيا واليوم هي حزبا سياسيا فأقول التصدي السياسي ضرورة كان لابد من هالمتشرين هسي أكون مؤشرات على الأداء الذي صدر من بعض القوى التشرينية هذا لا ينسحب على كل القوى التشرينية أكفد واقع نعمل على مواجهته لا ننكر أن هناك من أخفق هناك من أخطأ ولكن الوضعية السياسية التشرينية حاليا هي تختلف عن انتخابات 2021 على الأقل نحن اليوم نتحدث عن تشكيل تحالف مدني علماني لبرالي ديمقراطي كبير وواسع يضم كل القوى التشرينية إضافة إلى القوى المدنية التي سبقت القوى التشرينية كلها مجتمعة تحت مظلة تحالف قيم التي تشارك بقوى التغيير الديمقراطي بأحزابها كافة أنا أعتقد سياسيا هذا التقدم ومؤشر إيجابي على أن هناك نضج سياسي لدى الناشطين الذين يتصدوا للعمل السياسي وشكلوا أحزابا أنا أقول وأتفائل ولا أتفائل فقط بل أعمل نعمل على أن نرسم واقع مغاير للواقع السابق على الأقل نحن لا نمتلك إلا مهمة التصدي إلى المحاصصة التصدي إلى السلاح الذي لا أريد أن أقول عنه هذه المرة منفلت التصدي إلى السلاح السياسي هكذا أقول أنا لا أعد السلاح منفلت السلاح ليس منفلتا السلاح سياسيا يمضي بإرادة سياسية يقتل ويبطش ويعتقل بإرادة سياسية فنحن نتصدى للمحاصصة ولسلاحها السياسي ونتصدى لكل إرادة تريد أن يستمر هذا الفساد وأنتم ترون ماذا ينتج لنا الفساد من كوارث كبرى حتى حادثة الحمدانية والضحايا الذين ذهبوا أنا لا أبرأ الفساد منها أبسط مثال على هذا الموضوع أنه أين الإجراءات الإدارية التي تتتبع الإجراءات للدفاع المدني بخصوص أي بناء يتم بنائها هذا ليس موضوعنا ولكن جاء أنطيك مثال إلى أي مدى الفساد يقتلون يقتلونها تارة بالسلاح وتارة يقتلونها بالإخفاقات الإدارية التي ترتكبها هذه العملية السياسية بالقوى السياسية الحالية بأمس كنا نتحدث عن تغيير من المنظومة واليوم نتحدث عن تغيير وجوه هذا الكلام أستاذ محمود يحتاج إلى ثقة شعبية كبيرة جدا على ما يبدو وأنتم كقوى انبثقت من رحمة شرين ولديها الكثير من التضحيات لكن هناك من يقول أن هذه القوى وأنتم واحدة من هذه القوى قد انخرطتم مع وتماهيتم مع القوى التقليدية السابقة لذلك التغيير على أرض الواقع غير موجود ما ردكم على هذه الردود والنقد إذا صح التأبير؟ هو يعني أنت لما مجرد الدخول إلى الصراع السياسي والتنافس السياسي هذا مو معنى أنه أنا قابل بالعملية السياسية لا أنا دخلت لأنشفت الساحة السياسية محد بها متصدي أنت إذا تباوع للعراق سياسيا وكأنك مو عراقي إذا تباوع رح تلقى قوى سياسية تتحاصص الدولة فيما بيناتها بس ماكو قوى سياسية تقول لها لا ماكو خط سياسي معارض لذلك إحنا تصدينا إحنا تصدينا حتى نقول أكو خط سياسي معارض يريد يغير هذا وحده اثنين أنا أقول لو كنا متماهين على تواصل مع القوى التقليدية لما تعرضنا لكل هذه الضغوطات التي نواجهها يوميا تخيل اسم التحالف عندما أردنا تسجيله كم من المصاعب واجهنا وهو مجرد تسمية التحالف ماذا تسمي ذلك؟ لو كان الطريق معبد لنا بالورود من خلال تماهين مع القوى التقليدية أنتم تعرضتم الضغوطات وحتى ضغوطات جاءت مؤخرا عن طريق تصفية جسدية حرفيا تعرضتم للتصفية الجسدية حينما كنتم في ساحات الاحتجاج لكنكم الآن لم تتعرضوا لتلك الضغوط بتلك الشدة كما يحدث كما حدث سابقا أنتم وأنتم في البرلمان هكذا هي نوعية الأسئلة التي تسأل إليكم كيف تجيبون؟ الجواب عن هذا الأمر السلاح في تلك اللحظة في تشرين كان خاتل وراء الصبات بس السلاح اليوم قاعد بصت لو جاه يحكم فبالتالي ما محتاج يقتلني محتاج يمارس إجراءات تقيد حريتي محتاج يمارس إجراءات تحدد من أداء السياسي وتحدد حتى أخوتي اللي ما دخلوا للسياسة وبعدهم متظاهرين أيضا تحدد وتحجمهم وتقيدهم وبالتالي هذه الضغوطات سابقا كانت بالكاتم اليوم أخذت غير إجراءات جاي تحارب أنت اقتصاديا تحارب حتى اجتماعيا هناك توجيه توجيه هذه الحسابات الوهمية وجوشية الإلكترونية والمحطات التلفزيونية والبرامج التي تعمل على التشويه تخيل أنت صفاء السراي بعد مرور أربع سنوات وهو يهاجم تخيل هل رأيت في التاريخ الحديث شخصا يهاجم قبره سنويا؟ نحن نقرأ هذا فقط في التاريخ القديم أنه هناك قبر يهاجم إلا صفاء السراي في هذا العصر يهاجم قبره بضريبة ماذا؟ بضريبة تشرين ليس كذلك إلى الآن يخافون حتى ممن استشهد في تشرين فكيف بالأحياء؟ يخافون منا نعم نقولها كذا سواء كنا أحزابا أو ناشطين أو كنا فاعلين أو كنا ناس مجرد يكتبون منشورات على الفيسبوك ولماذا هذه الأموال تنفق على تشويه سمعة من تظاهر أو سمعة الأحزاب الجديدة؟ لماذا هذه الأموال تعطى فقط تعال أخضع صيرياني؟ طيب باختصار لو سمع يوم غد وقفة يوم غد أو احتجاج يوم غد ربما تتطور وتكون تظاهر كبيرة هل تتوقع أنها ستساندكم أنتم والمشاركون في الوسط السياسي أو المؤيدون للوسط السياسي داخل البرلمان؟ أم ستنتقدكم مع أحزاب السلطة إذا صح التعبير؟ يوم غد هناك أكثر من رأيه وأكثر من توجه هناك توجه يريد أن يكتفي باستثكار الحدث وهناك من يريد أن يرفع بعض المطالب أو يمني نفسه بعودة الاحتجاجات بكل الأحوال من ينتقدنا من أخوتنا الناشطين والمتظاهرين ورفقاء الساحة نحن سعيدين بهذا النقد لأن هذا النقد جاء من أخوتنا ونحن نعرف أنهم ينتقدون بقدر انتمائنا إلى تشرين بقدر انتمائنا إلىهم بقدر معرفتهم بنقائنا هم ينتقدون لذلك هم يقولون أننا بعد ما ننتقد القوى السياسية التقليدية لأننا نعلم سوءها أما أنتم نرجو أن لا تخيبون ظننا لذلك نقص عليكم بالنقد هذا هذا وبالمناسبة الناس اللي يكتبون علينا وعلى الأحزاب التشرين هم نفس مصدقائنا وأخوتنا ونلتقي بشكل يومي ليش؟ لأن النهاية إحنا أحزاب ديمقراطية تؤمن بوجود رأي ووجود رأي آخر تؤمن بالتعددية السياسية وهذه ميزتنا عن الأحزاب التقليدية لدينا جمهور ناقد يقوم أداءنا جمهورنا ليس أعمى يمضي خلفنا بفتوى بهاشتاك بشعار ويمضي أعمى لا لدينا جمهور ناقد وأخوة مراقبين ويقومون أداءنا وهذا نعول عليه طبعا أشكرك جزيل الشكر محمود حميد مدير المكتب السياسي لحركة نازل أخذ حق يشكرك مجددا